موسيقى أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس نبدأها بأبرز العنوي الحكومة تتمسك بإنهاء الانقلاب كليا ودعوات شعبية تطالب الوفد بالانسحاب من المشاورات احتجاجات في صنعات تطالب بالإفراج عن المخططفين في سجون الميليشيا موسيقى مؤسسة الكهرباء في عدن تبدأ بتركيب مولدات الطاقة لمواجهة العجز القائل موسيقى أهلا بكم قال وفد الحكومة اليمنية في الكويت أن الطريق الوحيد لإحلال السلام يتمثل في إنهاء الانقلاب وأوضح رئيس الوفد الاستشاري في المشاورات عبدالله العليمي أن الطريق الوحيد والآمن لإحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب هو إنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه أولا وقبل أي شيء وأكد العليمي ضرورة تفعيل لجان التهديئة المحلية والانسحاب من المحافظات وتسليم السلاح وعودة مؤسسات والإفراج عن المعتقلين والأسرى ورفع الحصار عن المدن وإيجاد ممرات آمنة إلى ذلك رحب الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بسيناف مشاورات السلام اليمنية في دولة الكويت وجدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي دعمهم للمبعوث الأممي لتسهيل التوصل إلى تسوية شاملة بين الأطراف اليمنية ودعا الاتحاد الأوروبي ودول الخليج الأطراف إلى استعادة السلام والسيناف العملية الانتقالية وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 22-16 والقرارات الأخرى ذات الصلة من جهته جدد وزير الخارجية السعودية على الجبير التأكيد على أن الحل في اليمن لا بد أن يستسند إلى القرارات الأممية وضف الجبير خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البيجيكية بروكسل أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بشكل وثيق مؤكداً أن الوضع الإنساني في اليمن يعني الرياضة كثيراً على صعيد متصل اتهمت مصادر سياسية وفد ميليشيا الحوثي في مشاورات الكويت بالتنصل من التزاماته في إيجاد حل سلمي في البلاد اعتبرت المصادر إصرار الوفد مناقشة الحل السياسي قبل البدء بمناقشة الترتيبات الأمنية محاولة لإفشال المشاورات وإبقائها في مربع الصفر بخلاف ما بشر ووعد به المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بدأ الأمر في أولى جلسات الجولة الثانية من مفاوضات الكويت فما إن انتهى أول اجتماع للمتفاوضين حتى خرج رئيس وفد الميليشيا ليؤكد في تصريحات صحفية أن ما قاله وتحدث به ولد الشيخ من التزامهم بالسير بالمفاوضات وفق المرجعيات المزمع عليها مسبقاً لا يعبر عنهم وأنه من نزج خيال المبعوث الأممي نفسه موضحاً أن وفد تحالف الميليشيا والمخلوع ماضون بنفس خطوات الجولة الأولى التي يراد من خلالها وضع العربة قبل الحصان من خلال تشكيل مجلساً رئاسياً وحكومة وحدة وطنية ثم من بعد ذلك يتم التفاوض فيما يخص الانسحاب وتسليم السلاح وفي خضم هذا اللغط يبدو أن الميليشيا قدمت بنفس السيناريو السابق والمعهود منها الذي يراد به كسب مزيد من الوقت لتغطية تحركاتها العسكرية على الأرض ليس إلا وعليه يرى البعض بأن الجولة الجارية من المفاوضات ستكون بمثابة تأكيد على فشل المبعوث الأممين بعد أن أصبحت كل محاولاته مع الميليشيا كمن يصب الماء في قربة مثقوبة غدر رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر مدينة عدن متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض وبحسب وكلة سبا الرسمية فين بن دغر غادر إلى الرياض للتشاور مع رئيس هادي حول بعض الملفات الهامة ومنها مشاورات الكويت ميدانياً قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوم منطقة سكنية في محافظة الجوف مخلفة أضراراً مادية وقال الناطق باسم مقاومة الجوف عبدالله الأشرف أن عدداً من منازل المواطنين تضرر جراء إطلاق قدائف مدفعية من قبل الميليشيا على منطقة ميزوية في مديرية المتون وفي محافظة حجة أعلنت قوات الجيش أن طائرات التحالف دمرت عتاداً عسكرياً تابعاً لميليشيا الحوثي والمخلوع في مدينة حرض وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن الغراتي دمر ثلاث دبابات وعربة كاتيوشا ومخزناً تابعاً للميليشيا في المدينة أضف المركز أن الحوثيين أطلقوا عدداً من صواريخ الكاتيوشا على المدن الحدودية السعودية الأهلة بالسكان ونبقى في حجة حيث اضطر سكان قرية الجوبة الساحلية بمدينة ميدي إلى هجر مساكنهم بعد أن حولت عناصر الميليشيا إلى منطقة عسكرية تفاصيل في سياق التقرير التالي ما من أحد يستيقظ هنا سوى الطيور هجر السكان القرية وباتت تغفوة تستيقظ على الذكريات وصور من رحل عنها قرية الجوبة شمال مدينة ميدي في محافظة حجة غابت عنها أبسط مقاومات الحياة كمعظم قرات هامة في الساحل الغربي وحضر الموت لم يكن ينقص هذه القرية والمنطقة عموما سوى حرب الميليشيا التي شنتها على كل شيء وما أقساها من بصمات حينما يتركها القتل كما تفعل هنا عناصر جماعة الحوط المتمردة التي تعبث بكل شيء وتلحق خرابا واسعا بالمكان أمر تسبب بهجر السكان منازلهم بعد أن عرضت حياتهم للخطر بالتمركز إلى جوار مساكنهم فالأكواخوة إن بدت هشة ومهجورة إلا أنها كانت تمثل لهم الشيء الأثمن في الحياة ما من أحد هنا يحكي لنا فصول المعاناة والقهر التي تعرض لها الأهالي بيد أن للمساكن ما تقوله من أماراتها الكافية فالصورة هي الشاهد الذي لا يشك في شهادته هذا البيت الذي أحنى رأسه للمغيب ربما مل طول انتظار من تركوه ورحله فعودتهم أيضا عودة للحياة من جديد وبعد أن كانوا يحلمون ربما بمغادرة هذه الأكواخ الطينية إلى مساكن مشيدة غادروا حتى ما تبقى من حياتهم هنا إلى المجهول في محافظة تعز شن طائرات التحالف غارات على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع أقلت مصادر في المقاومة الشعبية إن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات على الميليشيا في مفرق المخى الواقع غرب المحافظة وتتخذ الميليشيا من معسكر انتابع للواء خمسة وثلاث مدرع في مفرق المخى مقرا لها وتكثف من تواجدها في المناطق القريبة من الساحل لتسنى لها عملية السلام الأسلحة المهربة عبر البحر إلى ذلك أفاد مراسل قناة بالقيس في تعز أن اشتباكات وصفها بالعنيفة اندلعت بين الجيش المسنود بالمقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع في عزلة الأقروض التي تربط بين مديريتي المسراخ ودمنة خدير وقال مراسلنا أن الميليشيا قصفت مواقعة مركز الجيش الوطني والمقاومة في النجادي من مواقعها في منطقة الخلل وأضاف أن عدد من قذائف الميليشيا سقطت على القرى السكنية لكنها لم تحدث أي تأضرار بشرية وفي تعز أيضا ذكرت مصادر محلية أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من صد محاولة تسلن للميليشيا في حي دعوة شرقية المدينة وقالت المصادر أن المدفعية مدفعية الجيش استهدفت عربة تابعة للميليشيا قرب منطقة القصر فيما تواصلت المواجهات العنيفة في حي ثعبات وأضافت أن الشباكات بين الجانبين دارت في شرع الأربعين شمال غربي المدينة ونبقى في تعز حيث نفذ عشرات الناشطين وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة بالانسحاب الفوري من المشاورات السياسية في الكويت تقرير مراسلنا حمزة أمين والتفاصيل في السباق إلى إيجاد حلول للخروج باليمن من الحرب الدائرة ولوسياسيا على غرار ما يجري في مشاورات الكويت تزداد وطيرة المواجهة هنا في محافظة تعز ومعها ترتفع حدة القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيا على الأحياء السكنية كردة فعل لحاق الخسائر بالأرواح والممتلكات للمرة الألف نصرق بأعلى صوتنا ونقول للحكومة بأن لا تساوم على دمائنا وتساوم أن نحن ما زلنا تحت النار للمرة الألف ما زلنا نقول لهم بأن ما زالت قراحة تعز نازفة مشاورات عبتية هكذا يصفها البعض هنا الذين خرجوا بهذه الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن رفضهم لما أسموه مسرحية المشاورات في ظل استمرار القتل والحصار أبناء تعز اليوم خارقون يرفضون هذه المشاورات العبتية ويطالبون الممثلون الشرعية في الحوار الانسحاب الفوري كون تعز من بداية الحوار والمفاوضات لم يزداد لم تستدها للميليشيا ميليشيا حوز المخلوة الصالح إلا تعنتا وقصفا للمدنيين وما زال القتل والتدمير والحصار مستمر على المدينة تستمر المعاناة في ظل استمرار الحرب ويستمر معها تخاضل الجهات المعنية في دعم هذه المحافظة وإسنادها لمواجهة الصلاة في الميليشيا القصف والحصار هو العلوان الأبرز في هذه المدينة ولا بوادر للانفراج فكلما قال الأهالي عساها تنجلي قالت الأيام هذا المبتدى حمز أمين قناة بالقيس تعز في النشرة ولكن بعد الفاصل في الحديدة معاناة شاب بوترت قدمه بعد إصابته برصاص الميليشيا الحكومة تتمسك بإنهاي الانقلاب كليا ودعوات شعبية تطالب الوفد بالانسحاب من المشاورات احجاجات في صنعات تطالب بالإفراج عن المختطفين في سجون الميليشيا مؤسسة الكهرباء في عدن تبدأ بتركيب مولدات الطاقة لمواجهة العجز القائم أهلا بكم مجددا يواصل عمال ومهندس مؤسسة الكهرباء في عدن تركيب المولدات الجديدة التي وصلت إلى المدينة أواخر الأسبوع الماضي ومن شأن هذه المولدات التي تبلغ قدرتها 50 ميجاوات من شأنها خفض ساعات الانطفاء بالرغم من استمرار مشكلة الانقطاعات الكهربائية نتيجة اجتياح المدينة لاحتياج المدينة لأكثر من 200 ميجاوات من الطاقة وصلت المولدات التي ستوفر 50 ميجاوات لكهرباء عدن لكن تركيبها سيستغرق حوالي نصف شهر فيما تتفاقم معاناة الناس بازدياد ساعات الانطفاء إلى 15 ساعة خلال اليوم أربع ساعات طافي ساعتين لاصي وعلى حسب والله لغولتهم مزاقهم دفعة أولى من المولدات يتم تركيبها في محطة حجيف بالمعلى العمال والمهندسون يبذلون جهودا فيما مدير الكهرباء الجديد يواصل شرح الوضع الرث لمحطات التوليد وشبكات الكهرباء في المحافظة لعدم عمل محطات استراتيجية تواكب زيادة الأحمال المرتفع في عدن نتيجة للهجراء الداخلية فهذا سبب جميعهم في أن القدرات الموجودة للمحطات التي أساسا هي قديمة المولدات الجديدة لم تخفض من ساعات الانتفاس وخمس ساعات في اليوم إذا كان الوضع مستقر بالنسبة للعسوة المنصورة ومحطات المؤقر وتوفير الوقود إن شاء الله قلت العجز الثلاث ساعات إن شاء الله تنقص إلى ساعتين مع زيادة يمكن نس ساعة إلى ساعة في تشغيل فيما تظل المخاوف من تعطل المعدات والأجهزة القديمة كذلك أزمات الوقود التي تتراوح من حين إلى آخر هنا في محطة حقيف وبعد ساعات سيتم التشغيل التقريبي لـ 20% من الـ 50 ميجا التي ستوفرها المولدات القديدة لكن أزمة الكهرباء في عدن ستظل قائمة إذ تحتاج المنظومة الكهربائية لأكثر من 200 ميجا لتنهي معاناة الناس بشكل كامل آدم الحسامي قناة بلقيس عدن يحتجز مسلحون موالون لميليشيا الحوثي 18 مواطنا في مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة ونقل موقع المظر أونلاين عن مصادر محلية قولها إن المسلحين قطعوا طريقة أمام سيارة محملة بطلاب وعمال من أبناء المديرية كانوا يعتزمون مغادرة قراءهم إلى العاصمة صنعاء وأشارت إلى أن المسلحين برروا احتجازهم للمواطنين بمحاولة الاتحاق بمعسكرات تابعة للحكومة في محافظة مارد إلى ذلك نفذت أمهات المختطفين وقفة احتجاجية أمام سجن هبرة الخاضع لسيطرة الميليشيا في العاصمة صنعاء وتأتي هذه الوقفة احتجاجا على الممارسات التعسفية للميليشيا بحق المختطفين وتهديدهم بتفجير سجن هبرة وتصفيتهم فيه وطلبت الوقفة بسرعة إطلاق صراح جميع المختطفين تزامنا مع السيناف المشاورات السياسية في القويت كشف تقرير حقوقي عن قيام ميليشيا الحوثي بتجنيد أكثر من 900 طفل في محافظة حجة قال أتلاف المنظمات الإنسانية والحقوقية في حجة إنه تمكن من رصد 900 طفل تم تجنيدهم في حين أن العدد أكبر بكثير من هذا الرقم وتهمت تقرير الميليشيا بارتكاب جرائم بشعة بحق الطفولة في المحافظة والسمرار عملية تجنيد الأطفال منذ قرابة عام ونصف أكد التقرير أن ميليشيا الحوثي ارتكبت في حجة وحدها 2558 انتهاكاً بحق الأطفال منذ عام 2011 وحتى عام 2016 هذه الانتهاكات متنوعة بين القتل والتعذيب والاختطاف والحرمان من التعليم والتجنيد في الحديدة يعاني الشاب محمد من صعوبة العيش بعد أن بتر الأطباء صاقه اليمنى إثر إصابته بطلق الناري من قبل الميليشيا إبان اجتياحها للمحافظة قصة محمد يسردها لنا التقرير التالي التصدي لمشروع الميليشيا إبان اجتياحها محافظة الحديدة كلف هذا الشاب ذا العشرين سنة ساقه تعثر حلم محمد بإنقاذ محافظته عندما قرر موجهة جماعة الحوثي في ستنبر العام قبل الماضي مع مجموعة من الشباب الغاضبين المسالمين فأطلقت الرصاص بشكل مباشر عليهم أنا كنت أشتغل من أول على إصراء وذا وذا دعم ما أعرفش حدي من أشتكى علي وذا أشتعني رأتي بشهريين وذن أشتبهم بالعامل من هنا بدأت محنة الحالم بوطن دون ميليشيا حيث سارت فصول الحادثة منذ الرصاصة الأولى التي أطلقتها الميليشيا ضد الشباب أصيب محمد وبقي يتردد على مستشفيات الحديدة وصنعاء ولم يجد الأطباء من طريق لمعالجته سوى البتر فازدادت حياته تعقيدا وبعد أن طالت الإعاقة محمد صار يأمل في توفير أدنى احتياجاته بعد أن ضاقت به الحياة ولم يغادر إلا كما جاء برفقة عكازه يملأ الأمل قلبه بالانتظار والترقب أحيانا وبالتحسر والقهر أحيانا أخرى لقيت طفلتان حتفهما إثر غرقهما في بركة مياه بمنطقة الدولة التابعة لمديرية المضاربة في محافظة لحج وقال مصدر محليين الفتاتين التي تتفاوت عمرهما بين العشرة والخمسة عشرة تعرضن للغرق أثناء محاولتهن الدخول في أطراف البركة رحلت مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء مئة وخمسين مهاجرا إثيوبيا قدموا إلى البلاد بطريقة غير شرعية وقال مظر في المصلحة أنه تم ترحيل الدفعة الثانية من المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم بتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة شهر الماضي أن اليمن لا يزال يصدف مئتين وسبعين ألفا من اللاجئين معظمهم من الصماد بذلك وصلنا إلى ختم النشر وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها الحكومة تتمسك بإنهاء الانقلاب كليا ودعوات شعبية تطالب الوفد بالانسحاب من المشاورات احتجاجات في صنعات تطالب بالإفراج عن المختطفين في سجون الميليشيا مؤسسة الكهرباء في عدن تبدأ بتركيب مولدات الطاقة لمواجهة العجز القائم النشرة انتهت لكن التغطية من قناة بالقيس مستمرة بالمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني وكذا التفاعل مع صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي في المترجم الى القناة